حبائي أصعب شيء لما الناس بتفقد الرجاء تفقد الأمل تصاب بحالة من الذعر واليأس وبدل ما إنه انداوي الجراح يشفون كسر بنت شعبي على عثم يعني بيحاولوا يضمدوا الجرح بدون ما ينظف محتاج ننظر إلى الوراء للماضي انتوب ونعمل عملية قطع ومنع كل ما كان يقودنا إلى الخطية إلى الشر وإلى الفساد وكلنا مزنبون لأن الكتاب المقدس حكم علينا أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فأوعى تنخدع بشوية أقوال دينية أو كلمات حتى اليوم عم بيستخدموا الكتاب المقدس لمصالحهم حتى يضلوا الشعب للأسف بدل ما إنه نبحث ونقرأ ونعرف ما هو كلام الرب فإذا الناس عاوزة رسالة المحبة رسالة الغفران رسالة الرجاء وعلى اسمه يكون رجاء الأمم ترجمة نانسي قنقر